التقى رئيس أركان حرب قوات المسلحة الفريق أحمد خليفة مع الفريق أول محمد الهول رئيس أركان جيش البر بجمهورية التونسية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلامة الوطنية لكل البلدين وتناول اللقاء منقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دوء علاقات التعاون العسكري بين قوات المسلحة لكل البلدين في العديد من المجالات العسكرية التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية والوفد المرافقة له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء منقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين في العديد من المجالات العسكرية وأكد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع الجمهورية التونسية مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية لكل الجانبين من جانبه قدم الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية التهنئة للفريق أحمد خليفة متمنيا له التوفيق في مهام منصبه مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكل البلدين خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتونسية اشتركوا في القناة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية المصرية قلاع عسكري هدفها تخريق أجيال جديدة من ضباط القوات المسلحة من مختلف الكلية العسكرية الكلية الحربية الكلية البحرية الكلية الجوية الكلية الدفاع الجوية الكلية الفنية العسكرية كلية الطب بالقوات المسلحة الكلية العسكرية التكنولوجية هؤلاء الرجال يتم تدريبهم وفقاً لأرقى النظم العلمية الحديث منيق دراسية وبرامج تدريبية تضاهي أفضل المستويات العالمية في الدول الأكثر تقدمة يحصل خلالها الضابط على شهادات مدنية إلى جانب شهادة إتمام الدراسة العسكرية يحصل الضابط خديج الكلية الحربية على بكالريوس العلوم العسكرية بالإضافة إلى إحدى الدراسات المدنية الآتية تبقى للتخصص يحصل الضابط خديج الكلية البحرية على بكالريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية بالإضافة إلى بكالريوس العلوم السياسية من جامعة الأسكندرية يحصل الضابط خديج الكلية الجوية على بكالريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران بالإضافة إلى إحدى الدراسات المدنية الآتية تبقى للتخصص يحصل الضابط خريجي كلية الدفاع الجوي على بكاليريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي بالإضافة إلى بكاليريوس الهندسة في أحد تخصصات الاتصالات والحاسبات والميكا ترونيكس بنظام الساعات المعتمدة من جامعة القاهرة يحصل الضابط خريجي الكلية الفنية العسكرية على درجة بكاليريوس الهندسة بتخصصاتها وشهادة إتمام الدراسة العسكرية يحصل الضابط خريجي كلية الطب بالقوات المسلحة على درجة بكاليريوس الضب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام قطرة امتياز وترخيص مزاولة المهنة بعد إتمام عامي الامتياز بنجاح يحصل الضابط خديج الكلية العسكرية التكنولوجية على درجة البكاليروس المهني في التكنولوجيا من الجامعات التكنولوجية المصرية كل في تخصصه وشهادة إتمام الدراسة العسكرية الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية المصرية خير أجنى بالأرض الواجد الشرف الشرف الوطن وللتهرف على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الصفحة الرسمية لموقع تنصيق القبول للأكاديمية العسكرية المصرية والخليات العسكرية على الإنترنت www.tanseek.mod.gov.eg ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov www.dot.g